بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فاللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجمع بها روح المصلى عليه بالمصلي عليه من الآداب الإسلامية الرفيعة التي تصنع نفسية مستقرة وعقلا سديدة أدب الاستئذان هذا الأدب الرفيع الذي يجعل الإنسان منا صاحب تألق وتأنق وفخامة وجمال لأنه يكون ناضجا في تفكيره عفيفا في أسلوبه وتصرفاته مؤدبا في كل ما يصدر عنه من قول أو فعل أو تصرف يقول الحق سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات هذا نداء الإلهي الكريم الذي يحمل تكليفا يتعلق بالأسرة وبمكونات الأسرة الأبوان والأبناء وأتباع ذلك من الخدم وغير ذلك النداء القرآني يقول يا أيها الذين آمنوا بمجرد أن تسمع النداء بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا يجب عليك أن تنتبه لأن ما يأتي بعد هذا النداء إما أن يكون أمرا وإما أن يكون نهيا والمطلوب منك أن تقوم بأداء هذا الأمر أو هذا النهي يا أيها الذين آمنوا أياما آمنتم بي ربا حكيما مشرعا حريصا على مصالحكم استمعوا إلى هذا التكليف ما هو هذا التكليف ليستأذنكم لاحظوا هنا حين يكون هناك حوار بين متكلم ومخاطب فإذا أراد المتكلم أن يطلب شيئا من المخاطب فإن هذا الطلب يأتي على صورتين الصورة الأولى فعل الأمر كأن يقول المتكلم للمخاطب أكتب درسك الصورة الثانية أن يكون من خلال الفعل المضارع المقترن بلام الأمر كأن يقول المتكلم للمخاطب لتكتب درسك لاحظوا معي هنا الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم أي علموا هؤلاء أدب الاستئذان علموا هؤلاء أن يستأذنوا عليكم ولو أننا نظرنا بعمق سنجد أن الأمر في الآية جاء لغير المأمور لأنه من الذي سيؤمر بهذا الاستئذان الذين ملكت أيمانكم أو الذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاثة مرات هؤلاء هم المأمورون بأدب الاستئذان لكن من الذي سيعلمهم ذلك أنتم الكبار تماما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم الصلاة لسبة فكأن الأمر هنا جاء لغير المأمور المأمور بالصلاة لسبة هم الأطفال الصغار لكن من الذي سيؤمرهم من الذي سيتابعهم الكبار حتى نفهم النص القرآنية جيدة لماذا شرع الله عز وجل أدب الاستئذان؟ كل إنسان مننا له ظاهر وله غيب أما الظاهر فهو ما نراه جميعا من التصرفات والسلوكيات والأخلاقيات عن أي إنسان مننا كل ما يصدر مننا أمام الناس جميعا هذا يسمى بظاهر لكن هناك غيب هناك أسرار هناك خصوصيات ولذلك هناك نظام اجتماعي عام وهناك نظام اجتماعي خاص وكلما كان النظام الاجتماعي خاصا كلما زادت مساحة الحرية فالإنسان مثلا ربما تظهر منه الكثير من الأسلوكيات والتصرفات هذا نراه جميعا لكنه في دائرة الأسرة هناك أشياء أخرى تظهر للأسرة لا تظهر للآخرين لماذا؟ لأن هذه منطقة الخصوصية وإذا كان الإنسان له غرفة خاصة زادت مساحة الحرية لهذا الإنسان فكما أن هناك نظاما يضبط علاقة الإنسان مع الأفراد خارج الأسرة هناك أيضا نظام يضبط علاقة الإنسان داخل الأسرة بل يضبط علاقته بنفسه إذا كان في غرفته الخاصة النص القرآني الكريم يقول يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات قيل في سبب نزول هذه الآية أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن أرسل إليه غلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد سيدنا عمر فذهب الغلام وكان سيدنا عمر في هذه اللحظات نائما ماذا فعل الغلام؟ هناك تصرفات ثلاثة الأولى أن هذا الغلام دفع الباب ونادى على سيدنا عمر إلا أنه لم يرد عليه لأنه كان نائما الثانية أنه خرج وبدأ ينادي على سيدنا عمر بعد أن دق الباب إلا أن سيدنا عمر أيضا لم يرد عليه لأنه كان نائما الثالثة أنه دفع الباب ودخل على سيدنا عمر وكان نائما في موضع لا يحب أن يراه أحد على ذلك سيدنا عمر بن الخطاب لما جاء إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله إنا نريد أن يستأذن علينا أبناؤنا ونساؤنا وهكذا فنزلت الآيات الكريمات لتعلم أدب الاستئذان من أداب الاستئذان أنك إذا استأذنت على إنسان في بيته أن تستأذن ثلاثة فإن أذن لك فبها وإلا فارجع فذلك أزكى لك كما نص على ذلك القرآن الكريم من أداب الاستئذان أن تذكر اسمك ولذلك سيدنا جابر بن عبد الله لما طرق الباب على النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم من ذا فقال سيدنا جابر أنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أنا كأنه كره ذلك فعليك أن تعرف بنفسك من أداب الاستئذان السلام ولذلك يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها الرجل الذي أراد أن يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أألج فقال النبي لغلام الله أخرج إليه وعلمه أدب الاستئذان قل له يقول السلام عليكم أأدخل فسمع الرجل مقالة رسول الله فقال السلام عليكم أأدخل فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم إذن هو سلوك عميق وأدب رفيع يعلم النفسية المستقرة ويعلم العفة في السلوك والتصرف نسأل الله سبحانه وتعالى اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر